في تصريح خاص لمركز الأخبار كشفت سيدة هاتون دي ميرير سفيرة جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين عن حقيقة الوضع الحالي في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا وعن جهود الحكومة التركية في عادة الأمور إلى طبيعتها السفيرة عبرت عن شكر الجمهورية التركية لدعم جلالة الملك المفدى وحكومة مملكة البحرين لكل الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على أمنها واستقرارها في ليلة الخامس عشر من شهر يوليو تعرض بلدي إلى خطر كبير تمثل في محاولة انقلاب وتبين في صباح اليوم التالي بأنه في الحقيقة حملة إرهابية منظمة من قبل جماعة دينية إرهابية تسمى بجماعة فتحالا جولين يقودها إمام يعيش منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم نفيه لكن تمكن الشعب من أن ينزل إلى الشارع ويحبط محاولة الانقلاب هذه وأن يفشل المخطط بعد مرور أكثر من عشرة أيام على هذه الأحداث المؤسفة لم تفقد الحكومة التركية التحكم في الدولة قد وتبين بأن هذه المحاولة خطط لها منذ فترة طويلة وتغلل مرتكبيها في النظام التركي حتى ينفذ مخططاتهم بهذه المناسبة أود أن أختنم هذه الفرصة لعبر عن شكر تركيا لجلالة الملك ومملكة البحرين لدعمهم المتواصل لجميع الإجراءات التي أخذتها بلدي للدفاع عن أمنها واستقرارها أود أن أؤكد لرجال الأعمال البحرينيين بأن الاقتصاد التركي ما زال قويا وبأن الحكومة تواصل إصلاحاتها لتحقق التطور لتركيا وبأن تركيا ما زالت آمنة للسياحة والتجول وأدعو جميع البحرينيين بأن يزوروا بلدي حيث لم يتغير شيء ترجمة نانسي قنقر